السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وابناتي طلبة وطالبات دبلوم المدارس السنوية الصناعية نظام السنوية الثلاث تخصص تركيبات ومعدات كهربية أهلا ومرحبا بكم في إحدى حلقات برنامج مدرسة على الهواء في بداية الحلقة بنرحب بالأستاذ جمال عبد العزيز الله يرحب بيك الزعب وأبنائي الطلبة بنرحب بيكوا في قول حلقاتنا للبرنامج السنوية على الهواء وبنتظر طبعا تليفوناتكم ومشاركاتكم معانا إن شاء الله عشان نستوضح بنود ودروس منهج الآلات القهربية والوقاية وإحنا طبعا كنا سبق شرحنا في الحلقات السابقة مجموعة من الدروس اللي بتختصف مادة الآلات القهربية والوقاية وكان كل الجزء بتاعنا بينصب في جزء باب المولدات التوافقية وزي ما احنا عارفين إن باب المولدات التوافقية تقريبا تلت منهج مادة الآلات القهربية والوقاية مع أستاذ جمال عبدالعزيز هنستعرض بسرعة كده جزء اللي احنا شرحناه عشان نستكمل الحلقة النهاردة وبنستكمل معاكم وبننتظر تليفوناتكم إن شاء الله أبناء وبيناتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإحنا زي ما قال بش مهندس في الحلقات اللي فاتت شرحنا أجزاء من المولدات التوافقية هنعمل فلاش باك وإحنا على الهوى وننتظر فعلا نستفساراتكم مع التلفزيون المصري إن شاء الله بداية قلنا تعريف المولد وعرفنا المولد إيه هو ثانيا قلنا أنواع المولدات من حيث الآلة المديرة أو الطاقة المحركة وقلنا أربع أنواع خدنا سؤال في النص كده ما هي مميزات المنتج الثابت أو قلنا بصغتين علل يفضل أن يكون المنتج هو العضو الثابت في المولدات التوافقية وبصغة تانية قلناه علل يفضل أن يكون الأقطاب هي العضو الدائر وأجابنا عليه وشوفنا مع بعض دخلنا بعد كده على أهم نقطة ويمكن النهاردة التلفزيون محضر لنا مفاجأة في شرح تركيب المولد التوافقي ولكن على المحركات اللي هي بنقول عليها تركيب المولد التوافقي من العضو الثابت والعضو الدائر خدنا في العضو الثابت الهيكل الخارجي ورقائق العضو الثابت وملفات العضو الثابت وقلنا الملفات هي المسؤولة عن توليد القوى الدفعة الكعربية دخلنا بعد كده على العضو الدائر وقلنا ينقسم إلى نوعين اللي هم العضو الدائر ذو الأقطاب البارذة ثم العضو الدائر ذو الأقطاب الغاطسة وعملنا مقارنة ما بينهم وقلنا من أحد أهم المقارنات الموجودة في المنهج كمان خدنا أن ملفات الأقطاب تتغذى بطيار مستمر وقلنا ليه ثم دخلنا بعد كده على ملفات الإخماد وقلنا في ملفات الإخماد وضعها ثم دخلنا على طرق تغذية ملفات الأقطاب وقلنا أربع طرق وبعدين وصلنا مع بعضنا في معامل القطوة ومعامل التوزيع وشرحنا فيها السياغ الرياضية فيها ده الزعمر فلاشباك ليه اللي حصل ياريت أبنانا وبناتنا أي سؤال في الجزئية دي تكونوا معانا على التلفون أستاذ جمال طبعا حضرتك زي ما تفضلت احنا كان من جزء اللي احنا شرحناه قبل كده جزء العدو السابت اللي هو المنتج بتاعنا وقلنا أن المنتج ده فيه مجموعة من الملفات مجموعة الملفات ده أو الملفات سلسات الأوجه أو الأحدات الوجهة على حسب نوع المولد اللي احنا تكلمنا فيها المعامل الخطوة ومعامل التوزيع ونستكمل فيها الشرح النهاردة إن شاء الله الملفات دي لها طريقة معينة للوضع في المجاري أو داخل الآلات بتاعتنا يعني أنا لما بيعندي آلة طبعا تقريبا الملفات فيه المحركات زي المولدات تقريبا الملفات دي اللي هم نسلك الحص الأحمر المعزول والنيش بنحطها جوه مجموعة من المجاري مجموعة المجاري دي حسب عدد المجاري بتاعتنا بنقدر نعمل التقسيمة بتاعتنا ونحط الملفات بتاعتنا وطبعاً لها عمليات حسابية اللي احنا هناخد عليها مجموعة من التطبيقات الحسابات النهارة ان شاء الله يعني اراك انا بفضل مبدئياً لو نقدر ناخد فيديو او ناخد شرح مبسط كده لوضع الملفات داخل المجاري وان ازاي بنتعامل مع الآلة بصفة عامة ويمكن ابناءنا الطلبة عندهم الموضوع ده في الجزء العملي هنزود عليه او هنطور منه اكتر او ندخل عليه الجزء الشرحي الفيديو اللي معنا ان شاء الله عشان نقدر نبين الموضوع ده ابناءنا وابناتنا ايه رأيكم مع بعضينا مع شاشة تلفزيون المصري ان احنا هنوري كيفية وضع المادة العزلة اللي هي الفبر او البرزبان قبل ما تحط الملفات ثم ازاي نحسب خطوة اللف ودي احنا هنقولها في المسائل في معامل الخطوة ومعامل التوزيع وحنشوف الفورمة ازاي السلك بيتعمل وحنشوف مع بعض يمكن على الشاشة بين قدام مننا هذا الكلام واخد بالك من كيفية وضع الفبر او البرزبان اللي بيتحط قبل ما تحط الملفات حالتاني حاجة لو بصنا مع شاشتنا هنا صناعة شبلونة الملفات او اللي بنونا عليها في الورشة الفورمة الفورمة بتاعتنا محطوطة ازاي او بتعمل ازاي؟ طبعا دي اولا بتتحسب بالمسائل اللي احنا هنشرحها فيما بعد ازاي ان انا اقول ايه الصول الملف قد ايه؟ خطوته من الخطوة كام للخطوة كام لو ملاحظ الراجل بيحاول يبين لك الملف معمول ازاي؟ على شكل دائري او شكل مستطيل او شكل مربع تعالوا نشوف فيها بيركبها ازاي؟ بيركب هنا ايه؟ مش بيحط كده عشوائي ده بيحط في الخطوة رقم كزا ويبتدي يعد المجاري شايف الصباح هنا بيعد ايه؟ بيعد المجاري معنى ذلك انه بيقول لك خطوة اللف من اول هنا لغاية هنا بمعنى هو عمال يوري لك عدد الملاجل بيوري لك من الجنبين ان الملفات محطوطة هتتحط خطوة اللف كام وبعدين هتعمل ازاي؟ تعالوا بقى نشوف بيجاهز الملوينة او اوالب اللف هيبتدي يجاهز الخطوة على قد المقاس اللي خده بالنسبة للفورما اللي عملها اللي هي البداية بتاعته هيبتدي يجاهز الخطوة بالزبط والمقاس بالزبط وبعدين يركب الملفات ويمكن هنا اعملها لك على تلات ملفات هتشوفهم مع بعض تعالوا نشوف مع بعض عمل ايه؟ لف الملفات هو يمكن كاتب هنا ملفات تشغيل على اساس انه محرك ولكن هنبنون طرق اللف تقريبا الى حد كبير كلها واحدة تختلف فيه التوصيل وكيفية توزيع الملفات سواء هنا او اين شوف هنا معايا هنا اربع ملفات مرة واحدة اللي هي اللف الايتواماتيكي اللي هي القالة بتلف معاك وطبعا الخطوة بالنسبة لك كل عدد هو بيدي لك رقم معين على اللوحة بتاعت المكنة بيقولك انا لفت كذا لفة خد ما لك هنا عمل كم قد او كم ملف اربع ملفات خد ما لك من التوزيع اللي فيه بتاعت الخشب لما يبتدي يربط هنا الخشب بيربط السلك بيربط الملف على حسب كل حزمة لوحدها بالخطوة اللي هو عملها قبل كده لازم نعرف ابنانا وبناتنا ان هو عمل الخطوة دي مسبقا يعني مش هتطعم كده مباشرة هيبتدي يركب او يجهز ملفات وكاتب هنا ملفات تشغيل لكن احنا بنقول عامة سواء المولد او المحرك تقريبا طرق اللف بتبقى واحدة بتختلف الخطوة والتوصيل وطبعا سمك السلك واحدة متى لكن النظرية العامة ان احنا بنقول الطرق اللف ازاي بص الحرفية في وضع الملفات ان هو بيحط الملفات ازاي بينظم الملف تعالي بقى بص بينزل الملف جزء جزء على حسب الخطوة اللي هو خد في الاول بيحط الملف الاولاني ثم الملف التاني اخد بالك من هذا الكلام ثم الملف التالت بيركبهم في بعض ويبتدي هنا يربط او يحز ملفات هو بيحطش الخطوات دي زي ما قلنا قبل كده الا عن طريق وضع خطوة ومسائل محسوبة ودي هناخدها ان شاء الله النهاردة في حلقة النهاردة ابناء وبناتي ركزوا شوية في كيفية تسقيط الملفات الكلام ده بناخده بناخده في الورش هيبتدي يعمل ايه بقى برافو عليكم هيحط هنا الخوابير بتاعت الفبر اللي يتحزم الملفات بعد وضع الملفات في المجاري على اساس الملفات دي ما تتعرضش لقوة الطارد المركزية ناخد بالنا هو الاطراف مش جاشنا هيتا ناخد بالنا بص عامل ازاي عامل بيعمل ايه بيعد المجاري يعني بيعد خطوة اللف اللي هو هسيبها وبعدين بيسقط الجنب التاني نركز ابناء وبناء الحرفية في تسقيط الملفات عشان ما يتجرهش تمام وبعدين هيبتدي يعمل ايه هيحط خبور الفبر او البرسبان بحيس النيوم يحكم الملف ما يطلعش من المجرى ناخد بالنا هو بيوريك يعني بالراحة كده شوية كيفية ان هو بيركب الجزء بتاع ده الجزء اللي يركبه وعلى هذا الاساس بيبتدي يركب جميع انواع الملفات نراحز كده ان هو بينيم الملف خد ده لك يعني احنا بنقول لها كده على الجنبين بينيم ما بيخليش الملف واقف بحيس ان هو بيكون في حدود حجم المحرك او المولد اللي احنا بنلف الضغط ده هنا ما يضغطش بقالة حده بيضغط بييده عشان السلك ده معزول بالورنيش لو يضغط بقالة حد ده الشكل اللي عام حيبتدي يجاهز بقية الملفات نقولنا بنشرح على محرك ويحنا قلنا التركيء او دلاف تقريبا لحاجة واحدة وهي ده بيبتدي يركب الملفات برضو بالخطوة اللي هو معتادة اللي هو حسب عبلكده في المسائل نركز برضو ايه تقريبا نفس تنزيل ملفات التشغيل او التقويم او ملفات المولد بتبقى طريقة واحدة في وضع الملفات في الالة نفسها وكيفية حشرها او نقول عليها وضع خوابير الفبر او البرسبان للاعلى ده حتبص تلاقي الملفات عملتلك جوانب كده من الجنبين هنا بنتكلم عليها لغاية ما يخلص خالص جبتدي يشوف الملفات دايما ابناء وبينات يمكن حتى لو انت ماهر جدا لحس الراجل عمل حاجة جميلة جدا انه هو بيعد عدد المجاري وبيصعر شوفي هنا شكل الالة بيعمل ازاي وهده الشكل النهايي طبعا لسه حيتلف عليه شريط القطن ويبتدي يتربط كويس وتشمع وبعدين كده يبتدي يتوصل التوصيل فيديو رائع جدا كيفية لف الالات الكهربية نعم وطبعا زي ما حضرتك اتفضلت وقلت ان لف الالات الكهربية سوى اذا كانت مولدات او محركات هي طريقة اللف واحدة هو الفرق اذا كان في الملفات تقوم وتشغيل في المحركات اذا كانت محركات واجه واحد او في المحركات تلات اوجه انا بليف في المحرك كله في الحالتين أنا بليف المحرك كله المولد أنا بليف المحرك كله وفي المحرك سلسل أوجه أنا بليف المحرك كله بس وإذا كان تشغيل في الواجهة أو تقويم في الوجه الواحد برضى أنا بليف المحرك بس يعمل تأسيم أو التكنولوجي بتاع اللف هو اللي بيختلف من آلة للتاني إنما الفكرة واحدة إن أنا عندي آلة فيها مجموعة من المجالي figure زي ما حضرتك تفضل البروAfcription اللي هو الاحترافية والزعاب السفcile اللي هو ازاي руки بالملف وازاي يعمل المادة العزلة لان في بعض الطلبة عندنا بتستسل بتحط البرزبان بطريقة معينة بيخلص لأ انت راجل بعد كده هتبقى في السوق وهتنتج هذا الكلام فلازم الجزئية بتاعته تكون شغالة بطريقة معينة بحيث ان انا بطلع حاجة محترمة جدا في كيفية وضع البرزبان ثم التسقيط الملفات نفسها يمكن حدث تفضلت وشفت معنا الفيديو بيتبقى تسقيط الملفات نفسه محترم جدا بطريقة معينة بحيث ان السلك ما يتجرحش استاذ جمال يعني معنا نفها من الكلام بتاع حضرتك او من الفيديو اللي تشرح دلوقتي او اللي احنا شفناه ان هي عملية اللفة كلها واحدة ان انا عملي مجرى بحط فيها برزبان بعزل به بحط السلك بلفه على الفورمة معينة وعلى حسب عدد المجال اللي عندي وبعد كده بعمل عزل بالبرزبان وبعمل عزل بالفبر وبحط الشرط الاوتن والمواد العزلة اللي انا بستخدمها كلها يعني ده كان جزء عن كافية لفقالات طياري الكهرابي بصفة عامة احنا عندنا في المولدات فيه جزء لف وفيه مسائل احنا خدنا فيه جزء تطبيقي المسائل الحسابية احنا تكلمنا عبل كده عن معامل التوزيع اتكلمنا عن معامل الخطوة ايه رأي حضرتك نربط الجزء اللي احنا شرحناه في الحلقات السابقة وخصوصا ان دي حلقة اتهاول نهاردة حلقة مميزة بالنسبانا وربنا يكملها ان شاء الله بالتوفيق لابناءنا الطلبة الجزء اللي شرح قبل كده اللي هو الجزء الرياضي مع مجموعة من المسائل تربط مع الفيديو اللي احنا شرحناه عشان نبقى ربطنا كل المنهج ببعضه سواء اذا كان فني او عمليات رياضية او مسائل حسابية ابناء وبناتي الاستوزة عمر كده بيحاول يربط ما بين الفيديو اللي تشرح لكم على شاشتنا شاشة تلفزيون مصري كيفية وضع الملفات وطريقتها وتثبتها الراجل واحنا بنتكلم ومنشرح شوفنا كان بيعد عدد المجاري هو عايز يربط ان ازاي بنعد عدد هذه المجاري وبنعملها ازاي مع المسائل حنقول برضو يعني ملخوظة صغيرة كنا بنعملها اللي هي معامل الخطوة ومعامل التوزيع معامل التوزيع لو قلنا تعريفه احنا قلنا هو النسبة بين محاصرتين المجموعة البياني القوة دفع كرابية والمجموعة الحسابي لها في جانب واحد من الملف وقلنا هذا الكلام ثم قلنا معامل الخطوة وقلنا هذا الكلام تمام معامل الخطوة قلنا فيه جانباي ملف طيب بعد كده دخلنا فيه الكلام عن معادلة القوة دفع كرابية ايه رأيكم ابنائي وبناتي لو كتبنا معادلة القوة دفع كرابية وازهرناها على الشاشة نسترجع القانون بتاعها قانون القوة دفع كرابية للوجه الواحد تعالوا شوف ما بعد كده بتقول ايه ال ايه ال ايه بيتساوي اربعة اربعة واربعين الفاي في ال اف في الزد في الدي اف في البي اف الكلام ده قلنا تمام ان ال اربعة واربعين او هنبتلي من عندي ال ايه قلنا ال ايه اللي هي القوة دفعة الكرابية للوجه الواحد الوحدة القياس بالنسبة لي الفولت ال اربعة واربعين اللي استاذ عامري ممكن قالها اللي هي ندية من معامل الشكل واحد وحداشرمية الفيد المغناطيسي اللي هو الفيد المغناطيسي وحدته الوبر ثم قانون التردد التردد بالنسبة لي اللي هو عندي التردد اللي هو اف بالنسبة لي من القانونة العلاقة بتساوي اللي عندي هنا البي في ال ان على اتنين في ستين الزد احنا قلناها اللي هي عدد اللفات لكل وجه وقلنا هنقول القانونة بعد كده وبعدين قلنا كمان معامل الخطوة ومعامل التوزيع دي معادلة وستاذ عامري كنا قلناها الحلقة اللي فاتت ما كناش لسه عملنا عليها مسائل بس قبل ما ندى فيها قلنا نذكر ابنان الطلبة ان موجود عندي الفاي والاف والزد والدي اف والبي اف استاذ جمال مسألة هنستعرضها دلوقتي يعتبر تطبيق حسابي على الجزء اللي احنا قلنا دوت وبعدين نشوف المسألة معانا على الشريحة المسألة بتقول مؤلد طيار متردد توفقي سلاسي الاوجو عدد اكتابه اربع قد وعدد المجاري اربعة وعشرين مجره يعني مؤلد اربعة قد وعدد المجاري بتاعته اربعة وعشرين انا هاطع بقى كحدك كايني طالب دلوقتي ناخد من حدك البيانات واكتبها مع حضرتك ولا نكتبها كل مرة واحدة لا امر واحدة ناخد بس منطول مسألة بالكامل عشان نحدد على ضوءها الطريقة اللي احنا هنشتغل عليه مؤلد طيار متردد توفقي سلاسي لأوجو اربعة قد وعدد المجاري بتاعته اربعة اشرين مجره من دمن بانات المسألة او هو بيقول لي وعدد المجاري بين كل ملف او بين جانبها مجره يبقى عدد المجاري الكل اربعة وعشرين والعدد الاكتاب اربعة والملاف المسافة اللي بين جانبها الملف زي اللي الكنا بنشوفها في الفيديو د AMY ايها تمام اربع مجاري عايد مطلوب او المطلوب حساب معامل الخطوة ومعامل التوزيع. طيب ايه رأي حضرتك بقى بناء على هذا الكلام هنوري المسألة على ابنانا وبناتنا في شاشة التلفزيون المصري هنشوفها مع الطبيعة دلوقتي. عبر ما انتم تنقلوا البيانات وتحلوها قبل مني انا عارف ان انتم بتذاكروا ونستنى التلفونات برضو عشان من الله عايز يحلها معانا بسرعة. طيب ايه رأيكم هنشوف المسألة على الشاشة وهكتب معاكم البيانات واحنا بنقولها هنكتب المعطيات ونطلعها معاكم برضو كأننا بنذاكر مع بعض ايه رأيكم? هنقول مولد طيار متردد ثلاثي الاوجو ثلاثي الاوجو بانا عندي هنا ال ايه بالنسبة لي ثلاثي الاوجو هذا اللي بكتبه هنا هو كأني بكتب معاك بالزبط ثلاثي الاوجو تمام? طيب هنا عدد الاقطاب عدد الاقطاب اهي بتساوي اربع قط اللي هي بنسميها البي طيب عدد المجاري عدد المجاري الكلية هو من الديهاني كام? اربعة وعشرين مجرى تمام? عدد المجاري بين كل جانبي ملف السؤال ده محترم جدا جدا الحت دي او ابنها وبناتي محترم جدا وهولا تاني عدد المجاري بين الجانبي كل ملف بتساوي كام? بتساوي اربعة مجرى اربعة مجرى هو عايز ايه? معامل ايوه معامل التوزيع ومعامل الخطوة عايز الدي اف والبي اف استاذ عامل استاذ جمال انا كطالب لما جاء انا مسألة زيادية ونلفت نظر ابنائنا الطلبة للموضوع ده ان انا المجاري الكلية اربعة عشرين مجرى والعدد الاكتاب اربعة طبيعي جدا لان طالب تخصص تركيبات ومعدات الكرباء اللي في الصف الثالث مغرة على النواية دي قبل كده كتير اللي عدد المجاري الكلية وعدد الاكتاب وخدف اكتر من مادة رسمه تقطيط وتركيبات وخدف في العملي هيقول لي اربعة عشرين مجرى على اربعة كد بيديني ستة يبقى بحر المجرى او الخطوة بتاعته ستة هو بيقول له هنا الخطوة اربعة الطالب انا عايز الافتنظر ان ما اعتقدش ان هنا في غلط لا هو فعلا فرق المجاري لو عملناها بالعملية الحسابية بالبيانات اللي مطلوبة عندنا ستة هو طالب انها تبقى اربعة يبقى معنى كده ان هو عايز يغير الخطوة بتاعته من واحد ستة او ان يبقى لفرق خمس مجاري يبقى لفرق بتاعي من واحد ستة يبقى لواحد اربعة يعني بياخر اللف خطوتين دي اول مرحوظة نقولها لابناءنا الطلب على المسألة دي طيب ايه رأي حضرتك ان احنا لو قربنا وجهة النظر مع ابناءنا الطلبة وانهم امشي في خطوات اللف وشوف معامل خطوة معامل التوزيح هيجي معاك ازاي يعني معنى كده ان احنا هنحل بالخطوات بتاعتنا عادي نعم وبعد كده في الاخر نجي معامل خطوات معامل التوزيح في خطوة هو طلبها اللي واحد اربعة زي ما طلبها في المسألة وفي خطوة ده ان احنا بننفع تنظر ابناءنا الطلبة ليه انا انا عارف ان احنا المفروض ان انا كانت ن Ronaldo الخطوة عندي واحد ستة هو طالب ان انا الف الخطوة واحد اربعة المجرى بدل جانبية الملف بدل ما يبقى واحد ستة يبقى واحد اربعة معنى كده ان انا بأخر اللف خطوتين ده عشان هيخلق لي بعد كده أو ينشأ معايا ما يسمى بالنسبة لنا معامل الخطوة وفي زاوية اللف جديدة نبدأ يا أستاذ جمال كده الخطوات الحسابية بتاعتنا أبناء وبناتي تعالوا نشوفي الكلام ده وليه منخوض صغيرة وإحنا على الهواء المسائل دي أنت أضرى بيها بحلها أنت حلتها بس هي متلغبطة معاك شوية لأن فيها عدد أربع مجاري وإنت الخطوة طالع عندك ستة طب إيه رأيك؟ أنت الآن حاليا في المنعك بتاخدوا اللف في العملي في الورش بتيجي كده تذكروني مع تليفوناتكم الجميلة ونشوف مع بعض تعالوا زكروني أنتم بتبدأوا خطوات اللف إزاي عشان نساهل على نفسنا الحل بتاع هذه المسائل تعالوا نشوف مع بعض كده بنقول إيه بداية هنقول الخطوة القطبية الخطوة القطبية تعالوا نشوف مع بعض كده الخطوة القطبية بتقول كلنا حفظنا بتساوي عدد المجاري عدد المجاري على عدد الأقطاب عدد المجاري على عدد مين؟ الأقطاب يبقى أنا عندي هنا 24 على 4 قط 4 قط بقى تساوي 6 مجرى لكل قط 6 مجرى لكل قط دي أول خطوة صح؟ تمام طب إيه رأيكم من اللي هيزباني على الخطوة التانية؟ تعالوا نشوف مع الخطوة التانية بتقول إيه؟ هتجيب بقى مين؟ عدد المجاري لكل وجه تحت كل قط هتنسي مين؟ هتنسي الخطوة القطبية الخطوة القطبية اللي حضرتك طلعتها معنا الخطوة القطبية بتساوي إيه؟ أول تمام؟ يبقى أنا عندي هنا دي كم؟ ستة ستة على كم؟ على التلاتة فيها الاتنين مجرى اتنين مجرى لكل وجه تحت كل قط هتنسي جمال نعم في الخطوة اللي فاتت طلعنا إن عدد مجاري الوجه تحت الكطب ستة عندي كطب شناري مجاري دي هنسميها مابين قصين زي ما قالوا السيد عامر اللي حاني فيها وحنسميها اس وعملتها لك باللون احمر عشان تباين قوي يبقى أنا جبت الاول الخطوة القطبية رقم اتنين جبت الاس طب ايه رأيكم في الجاية كده الجاية دي المفروض حضرات كنتوا كهربية زاوية الكهربية اهي او كل مجرتين بتساوي ايه؟ كلنا حفظنا اللي بتساوي الزاوية القطبية كام يا شبابنا الزاوية القطبية معروفة تمام تمام على الخطوة القطبية طيب عوض وتعالى نشوف مع بعض يبقى انا عندي هنا الزاوية القطبية انا عارفها مئة وتمانين على الخطوة القطبية طلع كام؟ ستة يبقى الفرق بين كل زاوية كل مجرى والتانية كم درجة؟ تلاتين درجة هل دي الفا؟ اقول لك اصبر عليها شوي اصبر عليها شوي طيب انا الزاوية القطبية استاذ عمر انت طلعت لك الخطوة القطبية ستة تمام؟ تمام وطلعت لك الزاوية القطبية تلاتين درجة هل انت حضرتك هتلف على ستة ولا المسألة مديني بيان تاني؟ لا استاذ جمالي احنا في هنا عندنا جزئين في المسألة بس ابناء انا الطلبة لازم يركزوا معنا فيها اولا احنا مثلا احد من ابناء طلبة دولتي يقول هو انا لما اجيه احل هحل بالقوانين اللي انا بتعامل بيها في اللامة سواء اذا كانوا في مادة الرسم او في مادة الالات القوانين التدريبات العملية او التدريبات المناية هي هي نفس القوانين انا عايز اجيب عندي عدد مجاري المولد عايز اجيب عدد مجاري الوج عايز اجيب عدد مجاري القد عايز اجيب عدد مجاري الوج عايز اجيب الخطوة اللي هي زاوية المجرى عايز اجيب الخطوة بتاعتي كل البيانات اللي انا بستخدمها دي هي من قلب القوانين واحدة في كل المناج وفي كل الأجزاء اللي عندنا. يبقى وراء حضرتك جبت لنا عدد مجاري القطب الواحد ستة. بعد كده حضرتك تفضلته جبت لنا النقس اللي هي عدد مجاري الوجه تحت القطب عدد مجاري الوجه تحت مش عدد مجاري الوجه الكل. اللي هما اتنين. تمام. زاوية المجرى حضرتك قلت مئة وتمانين درجة على الخطوة الكطبية إلى مئة وتمانين درجة. ده الفرق الزاوية بين كل مجرتين. تمام. فرق الزاوية بين كل مجرتين او زاوية المجرة ده ما يطلق عليه الفة في قوانين معامل التوزيع. تمام. تمام يا استاذ جمال. تمام. طب المئة وتمانين دي جات منين? احنا بنقول لأبناءنا الطلبة ان المئة وتمانين هي عبارة عن اه قيمة الزاوة الكهربية للخطوة القطبية وهي رقم سابت لا يتغير. نهي الفرم بين كل قطب والتاني. تمام. يعني ده رقم سابت يا استاذ جمال. ده اكيد. يعني رقم السابت اللي هو مئة وتمانين بقسمه على عدد مجاري القطب. الزاوية المجرة او زاوية من كل مجرتين او زاوية كرابية من كل مجرتين. حالك عايز توصل ليه بالزبط انت تلقتي الزاوية قد بها ست مجاري وهو مش تغال على اربع مجاري. يبقى اجيب زاوية اللي هو يخص معامل التوزيع. طيب. هو عايز يلف خطوة واحد اربعة او اربع مجاري ما بين الجنبين. تمام. وانا طالع عندي ستة. تمام. يبقى انا المفروض دي اللي عايزين نبينها لابنانا اتطلب. انا المفروض هلف واحد ستة. وهو ده بالحسابات اللي انا عملتها. تمام. تمام. وطلعنا زاوية المجرة تلاتين. تمام. هو طالب مننا. هلف واحد ستة. هلف واحد اربعة. يعني الفرق بين فرق المجاري هي باربعة. مجرتين. يبقى فيه فرق مجرتين. ما بين اللي انا المفروض الفي بيه بالحسابات وباللي هو طلبه عمليا. تمام. ده نوضح بس كنا لابنانا اتطلبها عشان يستطيع معنا النقطة دي. طيب. انا المفروض الف بالحسابات. مية وتمانية. على على المية وتمانين درجة. اللي هي ست مجاري. تمام? تمام. هو طلب مني الجواني بتاعك. الاربعة. يبقى انا عندي تأخير. اتنين. التأخير المجرد. دوية الوحدة في المجرى حضرتك طلعتها بتلاتين درجة. يبقى انا عندي تأخير ستين. المية وتمانية. يبقى انا المفروض. هنقول ان احنا هنجيب بيطلق عليها زاوية. عدد بين كل ملفي. طيب انت بتقول هنا حضرتك مش هتلف على ست هتلف على كم? الاربعة. في درجة. هتطلع مية ويش. اللي هي مطلق عليها بيتا. يبقى هنجيب بيتا اللي هي هنجيبها بعد كده. بيتا اللي هي نقول الفرق بين بين الزاوية القطبية. وزاوية اللف الجديد. الزاوية القطبية حضرتك وكلكم حفظينا تمام اكتر مني. اللي هي المية وكم وتمانين. بغشيشكم اهي. ناقص بين الفرق بين الزاوية القطبية وزاوية مين? وزاوية اللف الجديد. وزاوية اللف الجديد. تمام. طيب تعالوا نشوفها حسابيا هنعملها ازاي? حسابيا هنقول بيتا بتساوي مية وتمانين درجة ناقص المية وعشرين. هتساوي هنا ستين درجة. تالي كده الزاوية احنا جيبنا المعطيات بتاعك او الحاجات اللي احنا نحل بيها المسألة بالله. في محبوزة او استاذ جمال. تحت عبر. ابنانا الطلبة لازم نخلي بالنا. هو الطلب مني في المسألة لما هاجح لها ان انا الف الفرق بين جانباي الملف اربعة. انا لما عملت بالحسابات الفرق بين جانباي الملف المفروض يبقى ستة. لاب. يبقى فيه فرق ما بين اللي هو منضهوني. وما بين اللي انا المفروض الف ripping. تبقى. في الحالة اللي ازا دي في فرق زوايا. تبقى. زي ما حضرتك طلعتهم اللو gotilla هي بيتا بتساوي ستين درجة. تبقى في بعض المسائل الاخرى ممكن يديني هو زاوية اللف جديدة اللي حضرتك طلعتها. يقولي والمطلوب ان انا لف على زاوية مية وعشرين درجة. ما يدينيش فرق مجاري. تبقى. يعني يديني زوايا. اداني مجاري. هضرب عدد في زاوية المجرى عشان أجيب فرق الزوايا إداني زاوية هطرح من المئة وتمانين لو إداني الزاوية كاملة يعني أو الزاوية صريحة أو معطى في المسألة هطرح من المئة وتمانين عشان أجيب الزاوية بيتا في سؤال ممكن أبناء أنا الطلبة برضو بالمرة استكمالا للجزء اللي إحنا بنحله وإحنا المسألة اللي دي مهمة جدا جدا وتعتبر أهم مسألة عندنا في باب المولدات لما أجي أحل المسألة اللي زادي أبناء أنا طلب أقول لك طب ما أنت عملت جيب لي في معامل الخطوة في الخطوة الكطبية والجيب لي في ألفا والجيب لي بيتا هو طلب معامل التوزيع ومعامل الخطوة طب ليه أنت حطيت اللي أنت بدأت بالحاجات دي وما بدأتش معامل التوزيع ومعامل الخطوة أجاوب على السؤال ده باللي بنحلز عمر بقى على طول كده عشان إيه نلحن كمان نديهم مسألة كاملة على المعادل القدفة القربية لأن زي ما حالك تفضلت وقلت أن المسائل أو الباب المولدات النوع دية بيبقى مهم جدا في آخر العام طيب إحنا أبنانا وبناتنا عشان الكلام اللي تقال ده كله إيه رأيكم إن إحنا ننهاز المسألة بالحال النموذجي إن إحنا هنجيب معامل الخطوة ثم معامل التوزيع ثم معامل الخطوة لو أنا قلت عندي هنا الدي اف بتساوي صين ركز معي صين اسف ألفا على اتنين على اس صين ألفا على اتنين أبنانا وبناتنا للمرة المليون ما اختصرش أرقام مع بعضها لما صفيها خالص الصين بمعنى الجاة ونعرفها الاس انت جبتها بكام باتنين ألفا انت جبتها بكام ألفا بتلاتين على كام على اتنين أجي هول هنا الاس بكام باتنين صين ها تلاتين على اتنين أبنانا وبناتنا ودي كانت بتبقى مشكلة كبيرة جدا في الامتحانات بعض أبنانا بيعملوا ايه بيشتوبوا دي مع دي يا سيدنا يا سيارتي لا ينفعش هذا الكلام لازم من أول أصف هذا الكلام كله من الأخ دي عملية رياضية بحتة وانتوا أسكياء بما فيه الكفاية ايه واعتوه تشتب التلاتين مع التلاتين والاتنين مع الاتنين هذا الكلام لا يا صح طب ازاي تعالوا نشوف مع بعض لو احنا عملنا هذا الكلام لا هنشتوب الاتنين دي مع الاتنين فوق اغير البسط خالص لو انا عملتها هنا هتبقى هنا ايه صين كام صين تلاتين دي صافي بتاعي على هنا اتنين صين كام قال لي صين خمستاشر شفت الفرق بقى شفت الفرق جاي الناتج ازاي طب تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده ازاي انا هصف المسألة يبقى انا عندي دي اف هتساوي هنا صين تلاتين بكام بنص على اتنين صين كام صين خمستاشر بتلاتاشر من مية هتطير الاتنين دول مع بعض لا ما اطيرش هتضرب الاتنين دول مع النص هتطلع لك هنا بالتقريب تسعة ستة وتسعين من مية في مشكلة صغيرة اه في ان كلمة معامل لا تميز مش حكتب هنا لا فولت ولا امبير ولا 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 لانه معامل التوزيع معامل التوزيع كلمة معامل لا تميز المعامل لا تميز لانها نسبة والنسبة لا تميز تعالوا احنا خلصنا معامل التوزيع ناخد بنا ابننا وبناتنا من الكلام ده كويس قوي تعالوا نشوف معامل الخطوة الدي اف الدي اف هيقول هنا بتسوي او البي اف بتسوي كوزين نغير لك الالم عشان يبان معك قوي يبقى هنا كوزين ها بيتا على اتنين الكوزين بمعنى الجتة الكوزين بمعنى ايه الجتة طب الجتة بالنسبة لي يبقى انا عندي ينخب بالك بقى كوزين مين كوزين اهي احنا طلعنا بيتا بكامل اصدامر بستين على اتنين يبقى بتساوي هنا كامل كوزين تلاتين كوزين تلاتين بجزر تلاتة على اتنين يبقى حتساوي هنا تمنمية ستة وستين من الف ده يوز عمر الحل النموذجي اللي احنا قلنا طويل شوية بس استخدمنا الحاجة اللي الطالب يستخدمها سواء في مادة الالات في مادة في التدريبات العملية في الرسم كمان لما يستخدم اللف استاذ جمال احنا بالمسألة اللي احنا حلناها ديت خدنا جزء مهم جدا طبعا المنهج اللي هو تطبيق رياضي على معامل الخطوة ومعامل التوزيع وده جزء من اجزاء المهمة اللي ابناءنا الطلبة دايما بيبقوا ليهم مقافات فيه في الامتحانات انا علشان عارف ان الجزء ده ممكن بيسبب عملية تنشيط سريع جدا لابناء الطلبة هنخرج فاصل بسيط يستعيدوا في نشاطهم ونرجع تاني نستكمل شرح جزء التطبيقات الحسابية لمادة الليلات القربية والوقلابة والطالبات رجعنا تاني مرة اخرى بعد الفاصل نستكمل حلقاتنا في برنامج مدرسة على الهواء وبننتظر الاستقبال تليفوناتكو للاستفسار عن اي جزء في اللي احنا بنشرحه واللي احنا بنستعرضه في مادة الالات القربية والوقاية استاذ جمال كنا شرحنا مثال او تطبيق حسابي على معامل التوزيع ومعامل الخطوة هناخد تطبيق حسابي اخر يوضح برضو معامل التوزيع ومعامل الخطوة ومعدة القوات دفع القربية عشان يباربطنا كل اجزاء المنهج مثال شامل طب حسابي نستاخد بقى لمعامل الخطوة ومعامل التوزيع مع معادلة قوات دفع القربية ابنان ومناتنا يبقى التطبيق مباشر هنا على مثال ودي احنا قلنا المرة التالتة لان دي من تبقى من الامثل المهمة جدا في امتحانات اخر العام ايه رأيكم في مسألة اه نقولها مع بعض على الشاشة ولا الاستاذ عامري كان مننا الموضوع بتاعتها طب نقولها مع بعض على شاشتنا الجميلة بتقول مولد توافقي ثلاثي الاوجو هنشوفها مع بعض ونتكمل معاه مولد توافقي ثلاثي الاوجو بسكة قطب 18 مجرى تحتوي كل مجرى تحتوي كل مجرى على 10 مواصلات 10 مواصلات طب ايه رأيكم كمان لو كمنا معها في الشرح هنشوفها بعد كمان هنا والفيد المناطيسي من كل قطب تبلغ قيمته 4 من 100 وبر والتردد خمسين ذنبابة على الثانية فاحسب قيمة الجهد المتولد في كل وجه احسب قيمة الجهد المتولد في كل وجه طيب تيز عامري كده المسألة هو عايز الجهد المتولد في كل وجه بس هتوقف على كده ولا تكمل معها لا هو مدام طالب الجهد الحد قيمة الجهد المتولد في كل وجه يبقى انا بجيب له المعلومة اللي هو طالبها ما زبوتش اكتر من المعلومة اللي هو طالبها بس افهم المسألة اللي حضرتك استعرضتها استاذ جمال انا عندي مولي اه مولي التوافق سلاسي الاوجو يبقى اولا مولي التوافق سلاسي الاوجو ستة اكتاب واحدة واحدة مع بعض كده ايه رأيه عليك نكتبها برضو عشان اكتب المعطيات مع ابننا مع بعض كده اطلع البيانات وحضرتك تكتبها عشان ابننا انا الطالب ايركزوا معنا في الحال مولي التوافق سلاسي الاوجو يبقى سلاسي الاوجو تمام ستة اكتاب يبقى عدد الاكتاب الكل ستة قبل البي بتساوي ستة قبل عدد المجاري الكلية تمنتاشر مجرى. عدد المجاري بتساوي تمنتاشر مجرى. هنلاقي حتى اسلوب البيانات بتاعت المسألة مختلف عن المسألة الفان. كل مجرى فيها عشر مواصلات. يعني كل مجرى في التمنتاشر فيها عشر مواصلات. يعني لو كتبت عدد المواصلات لكل مجرى. عشرة. يبقى بتساوي عشرة مواصل. يعني هو الدني دي وقتين هما ستة كوب والستة كوب دول عبارة عن تمنتاشر مجرى او تمنتاشر مجرى. متوزعين على ستة كوب. ايا كانت اللغة اللي هنتكلم بيها. وكل مجرى في العشرة في التمنتاشر محطوط فيها عشر موصلات. تمام. المعلومة اللي بعد كده بقول الفد لكل وبر. الفد للمغناطيس. اربعة من مية وبر. تمام. اربعة من مية وبر. يعني علامة سفر اربعة. تمام. بعد كده بقول التردد بتاعك خمسين زبزب على السنة. عندك التردد خمسين هيرتز. اللي هو الاف بتاعتنا خمسين هيرتز. هو كتب انا كتبتها لك انا خمسين من ستين. ماشي. خمسين هيرتز. طالب مني ان انا اجيب قيمة القوة الدفعة القهربية. طيب. ايه رأي حضرتك برضو مع حل المسألة عشان ابنان الطلبة ما يبقاش فيها بالنسبة لهم. دايما يعني كعدتنا قبل واحنا الطلبة صغيرين كنا نبدأ مالين ايه الراجل الفاضل اللي كان بيعلمنا. يقول لك اكتب القانون بالكامل وشوف ايه اللي نقصك فيه. ايه رأي حضرتك? هو عايز قيمة القوة المتولد في كل وجه لوحده. يعني حضرتك تقصد نكتب القانون العام? تمام. نكتب القانون العام ودور على ايه? على المعات اللي موجودة. البيانات نبقى موجودة عند المعات المعات كانتها موجودة. تمام. واللي ناقص. هبتدى كميله. تمام. تمام. طريقة مسالية لحل المسألة والسان. طيب. ماشا الله يكرمك. ايبا انا عندي الاي بتساوي. ها? اربعة اربعة واربعين. وقاد الفاي في الاف في الزد في الدي اف في البي اف. طيب. انا من المسألة اللي قدام مني كده. قدامي بالزبط. عندي الاربعة اربعة اربعين مش حاجة ناحيتها. تمام. تمام. الفيض بالنسبة لي اوام الدهوني اربعة من مية. ويبقى فبعلم عليه علامة صح. التردد مدهوني فبعلم علامة صح. فاضل اول ما جيت هنا ناحية الزد مليتهاش. بس هو مديني معلومة حلوة قوي. قال لي عدد المواصلات لكل مجرى عشرة مواصلة. يبقى انا كده عندي اول حاجة الزد دعم الحساب ان انا هجيبها. تمام. من البيانات بتاعت المسألة طبعا. تمام. نشوف بقى معامل الخطوة ومعامل التوزيع. مش موجودين برضو يعني معامل الخطوة ومعامل التوزيع مش موجودين. اللي هو البي ايه? الدي اف ومش موجودين. طب نبدأ نشوف اول خطوة عندنا اول حاجة عندنا اللي هي الزد ازاي هنجيب الزد. طيب. استوز عمر هو قال لي هنا عدد المواصلات لكل مجرى عشر مواصلة. تمام. عدد المجاري كلية تمنتاشر مجرى. يبقى انا عندي تمنتاشر مجرى المجرى فيها عشر مواصلات. يبقى عدد المواصلات الاجمالي بتاعي عشر في تمنتاشر. طيب ايه رأيي حدك نمشي خطوة وخطوة ماشية. يبقى انا عندي هنا عدد المواصلات الكلية. هتساوي عدد المواصلات. عدد المواصلات لكل مجرى في عدد المجاري. يبقى انا عندي عدد المواصلات في كل مجرى عشرة في تمنتاشر. هتساوي مية وتمانين مواصل. طيب استوز عمر هلنا بحط السلك مواصل? ده احنا لسه جايبين فيديو تلفزيون عامل هلنا. لا وكمالي مية وتمانين مواصل دول. لمين? ده للمجاري كلها. تمام يعني. المولد بتاعي كله. ده لسه عاملنا بالزابي اللي فيه يعني. انا عملي كم واجه بقى استاذ جمال. تلاتة. يبقى المواجه الواحد يخصه كم مجرى. يعني. يخصه كم مواصل. تمنتاشر بتاسم على. الوجه احنا مش احنا طلعنا الاجمالي كله مية وتمانين. تمام. الوجه الواحد يخص هم تلات اوجه يبقى الواجه الواحد يخصه كم? يبقى ايوة. مية وتمانين على. حضرتك هنقول عدد المواصلات لكل وجه. تمام. طيب. يبقى هنجمشي هنا بالخطوات برضو. هنقول هنا عدد المواصلات لكل وجه. هقسم ايه? هقسم عدد المواصلات الكلية. على. عدد الاوجه. عدد الاوجه. حاضر. نغش اهو. بنغش مع بعض اهو. يبقى انا عندي مية وكم? وتمانين على التلاتة. اخد بالي ابناء وبنات ان هي ستين مواصل. لسه ما قلتش لفها. ايوة. اه عشان سمع كده كلام مش عاجبني. لا ما قلتش لسه لفها. ستين مواصل. بس اخد ده لحركة ستين سلكة. هي السلكة بتنزل لوحدة ولا بتنزل على مجريتين. يبقى كده انا عايز اجيب اللي هي تزيل العدد اللفات لكل وجه. يبقى هنا اجيب هنا عدد. اللفات لكل وجه. حاسم عدد المواصلات لكل وجه على اتنين. لما يعتبر الجنبين بتوى. تمام. يبقى انا عندي ستين على الاتنين فيها التلاتين لفة لكل وجه. في ايه بقى استاذ عمرو معامل خطوة معامل التوزيه. يبقى كده حضراتك زي ما حضراتك اتفضلت في القانون العامل المسألة. اه. عندنا اربعة واربين منه درقم سابت. بالنسبة عندنا الفاي وعندنا الاف وعندنا الزد. تمام. فاضل معامل الخطوة ومعامل التوزيه. انا بستني الاجاب. الحل بتاع الاتنين دول. اه. لان الاتنين مش موجودين في المسألة. ابناء انا الطلبة او الطالب هيجي دور عليهم. مش هلا. طب احنا ممكن نقول حاجة بسيطة جدا. ما جيب عدد مجاري الوجه. الخطوة الكتبال اولى شوفها تطلع كامل. ما عنديش عدد اقطاب. ما عدد الاقطاب ستة كتب. تمام. عدد الاقطاب في المسألة ستة كتب. تمام. وعندي كل المجاري كام? تمنتاشر مجر. تلاتة على تلات. يبقى سمت تمنتاشر مجر على الستة كتب هديين الخطوة الكتب. نعملها خطوة حسابية. يعني احناك عايز نزبتهالهم برضو ما هما لسه في المسألة اللي فاتح. لا نزبتهالهم حلا عشان ده هيوصلنا على حاجة تاني. طيب. نقول مع بعض كده هنبتلي ابناء وبنات ان احنا نجيب معامل الخطوة. معامل التوزيع بس بطريقة حسابية. ولو ان انت اسقر المفروض كنتو عارفتوها لكن جايز ازاي. يبقى حقول هنا الخطوة القطوية. ومش حقول قوانين احنا خاتبناها في المسألة اللي فاتت. الخطوة القطوية بعدد المجاري على عدد الاقطاب تمامتاشر على الستة فيها التلاتة مجرى لكل قطو. ارجع اجيب عدد المجاري لكل وجه تحت كل قط. هقول هنا كام تلاتة على التلاتة فيها واحد. مجرى لكل وجه تحت كل قط. نجيب خطوة الزاوية. نجيب بقى الزاوية. انا مش واحدة واحدة والله الزاعمري بس سوما عشان بيكتبوا ورانا. فهنقول دلوقت الزاوية. الزاوية الكهربية. الزاوية الكهربية. احنا قلنا ايه هي? قلنا الزاوية القطوية كام? رفع عليكم. مية وتمانين على الخطوة القطوية تلاتة يبقى تطلع ستين درجة. ستين درجة. قلنا لكم الزاوية هنا. احنا مجناش ناحية ان في عدد مجاري ما بين كل ملفين زي المسألة اللي فاتت. هنكمل دي انا فاهمك طبعا بس انا بنحمس ابنانا. يا رب حد يتصل دلوقتي عشان يقولها. ماشي. كده انا ممكن اجيب معامل التوزيع. ستاس جمال. هو لو وصل الطالب لحد الخطوة دي هو المفروض من الخطوة الاولى اللي حضرتك عملتها اللي طلع فيها عدد مجاري الوجه تحت القد بيسوي واحد يستبيل حاجة مهمة جدا. هي معامل الخطوة. ان انا هحط كل المنصرات في مجرى واحدة. تمام. يبقى انا ما بعملش توزيع. يعني انا مش هوزع مجاري. يبقى معنا كده انا معامل التوزيع بتاعها هيطلع واحد. بزا. اطلع واحد صحيح. لان احنا بنجيب معامل التوزيع نتيجة. ان بدل ما بحط المجاري كلها في مجرى واحدة. المواصلات كلها في مجرى واحدة. بوزع. طب ما انا العمليات الحسابية في المسألة معاين طلعاني واحد. ان المجاري كلها تتحط في مجرى واحدة. للمجاري الوجه تحت القد بواحد. يبقى المجاري المواصلات كلها تتحط في مجرى واحدة. يبقى انا مش هيبقى عندي معامل توزيع او هنخلص من الكلام ده ان معامل التوزيع بتاعنا لو عملنا حسابيا وكملناه هيطلع في الآخر بيساوي واحد صحيحة. وبالتالي معامل خطوة. لأ ده أنا قابلي هنقول بالتالي اه بالتالي عشان يبقى كلامة ايه. اه. انا بس بشيت مع حيك في المسألة وانا كنت عايز اقول لهم واحد واحد عشان ناخد مسألة تانية. لأ ما احنا لازم نباين لأ ابناء انا الطلب هو وجيه واحد صحيح منين. ده اولا ثانيا. ان معامل الخطوة او معامل التوزيع ايا كان الاتنين مش هيزيده عن الواحد الصحيح يعني اما واحد صحي اما اقل من الواحد الصحيح. المسألة اللي فاتتطلع اقل من الواحد الصحيح. المسألة دي تلع معامل الخطوة. معامل التوزيع بيساوي واحد صحيح. نيجي بقى بالنسبة لمعامل الخطوة هو احنا قلنا بيجي بطريقتين. اه. يا اما بيقول لي ان زاوية اللف اللي هو عايزنا لف. اللي هو الجديدة. اه. اللي هي بدل المئة وتمانين. ما يا استاذ جمال انا المفروض بلف بمئة وتمانين. تمام. مثلا هدي المئة وتمانين. لما يطلب مني ان انا لف بمئة وتمانين. خلاص? يبقى معامل الخطوة هيطلع واحد صحيح. تمام. لو طلب مني ان انا قل العدد المجاري. زي المسألة اللي فاتت يبقى هيطلع. هقل بالمئة وتمانين. تمام. هيطلع قيمة لما عامل الخطوة. تمام. طب لو طلب مني ان انا هلف بزاوية لف غير المئة وتمانين هيطلع معايا معامل الخطوة. تمام. لما ما هنلاقي في حل المسألة دي بيديني رقم سابت بيقول لي فيه ان معامل الخطوة او كلا من معامل الخطوة ومعامل التوزيع يساويان الواحد الصحيح. يعني انا عملت التلات خطوات دولت. يعني عشان نزبت لابنانة. عشان نزبت بيهم ان نزبت لابنانة. طب انا كنت عايز اعوض في المسألة وقول لهم دي معامل الخطوة معامل التوزيع. هشكر حالاك برضو ان احنا وضحناها. تعالوا نشوف مع بعض ابناء نبيلاتنا بقى عشان نجيب ال اي ام اف بالنسبالي. خد بالك ال اي ام اف لكل وجه. اني نعايز اه يعني استسير الاستاذ عمر فيها. لو انا طلب طالب تلات اوجه بعد ما خلص هزا الكلام. يبقى انا عندي هنا ال اي بتساوي اربعة 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 اربعين الفاي في ال اف في الزد في الدي اف في البي اف. لو انا عوضت هتبقى اربعة اربعة واربعين في اربعة من مية. في التردد خمسين يا ارتز. في الزد عندي عدد المواصلات لكل وجه طلعت كام? احنا وانا تلاتين لفة لكل وجه. في واحد في واحد. تمام كده? الرقم الزعمر هيطلع لنا بالنسبان لتقريبا كام? نشوفها كده مع الدربية بتاعتنا. وطبعا الناتك يطلع بالفولت. طيب. انا ليه استفسار الزعمر. تطلع تقريبا ميتون وستاشر فولت. ماشي. ايا كان الرقم ابنانا يطلع لأوه. بس ليه استفسار? في المسألة لو قلت ان انا عايز اطلعها في سلاسيتي الاوه. الشرح بتاعنا هو في المسألة ايه حسب قيمة الجودة متولد في كل وجه? طيب انا لو جودت من نفسي اضرب في جزر تلاتة واسكت. ما هو دلوقتي انا يعني لما نخش للنقطة دي لان الجزء ده متاخد في سنة تانية لابنانا الطلبة اللي هي اه توصيلة النجمة وتوصيلة الدلتا ومعامل الجود الوجه وجود الخط انا هفكره بحاجة واحدة بس او هقول له رقم واحد بس. افتكر جزر تلاتة اللي انت كنت بتتعامل معها في الصف التاني او في سنة تانية عشان ازا كنت هتطلع معامل اه القوة الدفعة القربية او الاي بتاعتك ازا كانت في حالة الضغط الخط او ضغط الوجه وبتتوقف على انواع التوصيلات اللي انت بتشتغل عليه. يعني لو قلت له هنا قصة عمر ان الاي سري فاز بتساوي جزر تلاتة في الاي فاز ده في حالة التوصيل بتعدي بالنسبة لي نجمة. لكن في الدلتا طبعا جود الخط بيساوي جود الوجه ودي بتعتمد على خطوات زي ما حضرتك تفضلت وقلتها دي المسألة احنا دخلنا جبنا الوجه الواحد وكمان بينا الابنان الطلبة ان معامل خطوة ومعامل التوزيع امتى? يبقى بواحد بمجرد النظر. يعني هيك تفضلت الوقت وقلت التلاتة على التلاتة في الواحد. انت اوتوماتيك لقيت العمالية طريقة واحد اما انت عارف ان معامل خطوة ومعامل التوزيع هيطلع واحد معنا. طيب. الكلام ده ازا عامل كده احنا خدنا مسألتين. هل في مسائل تانية? لأ هو كده المسألتين اللي احنا خدنا منه استاذ جمال تقريبا اه استوفوا الجزء الرياضي اللي احنا شرحناها لحد دلوقتي. لان لسه في اجزاء تانية رضيان مستكملة بعد كده. انما الحد الجزء اللي احنا شرحناها الجزء الرياضي مستفي بالمسألتين دول. بس انا عندي جزء مهم جدا يمكن اخر معادلة انت كتبته حضرتك العوامل كانت فيها العوامل مؤسرة في قيمة قفضة الكاف اللي انت قلت اه ايه بتساوي اربعة اربعة مئين من مية في الفاي في الزد في الاف في دي اف في البي اف. دي العامل واسرة في قيمة قفضة الكاف. ممكن احنا اتكلمنا عنها الحلقات السابقة. انا نعايز بقى العوامل السرة في قيمة جهد المولد. ايه هي العوامل بتأسر في جهد المولد. لان انا عندي قفضة الكاف في المولد وجهد المولد. العوامل تأسر في قيمة قفضة الكاف احنا خدناها بمعادلة. وطبعنا عليها تطبيق حسابي ودربنا انطلعها. اللي دكتل فيها معامل خطوة otros igual لتوزيح. لقouver بقى جهد المولد. اللي هو جهد خارج اطراف المولد. ايه العمل اللي بتأثر فيه? ما يعني عمل مؤسرة في قيمة جهد او خارج اطراف المولد. طيب ارى احدا كان برضو ايه حضرتني حاجة جميلة ايه او از عمر. ان انا هكتب العمل مؤسرة في قيمة القوات دفع الكارابير المستمتجة في المولدات التوفقية. تحت منها. هقول انه عمل مؤسرة في قيمة جهد المولد على اساس نفرق ما بين الاتنين. طيب ابناء وبناتي هما سؤالين محترمين جدا وبيلغبطونا في الامتحانات. تعالوا نكتبهم مع بعض. والمفروض ان انتوا حضرتك كلها تجاوبوا. انا هكتب السؤال الاولان مش هنجاوبوا. التاني هنقول. يبقى هنا نقول ما هي العوامل? ما هي? العوامل المؤثرة في استنتاج القاف دال كاف في المولد التوفقية او في المولدات التوفقية. الاجابة المفروض ان انا قلت مش هنكتبها ولكن هنجيبها من المعادلة بتاعة معادلة القوات دفعة الكاربية. هنقولها برضو ان الاي بتساوي اربعة اربعة واربين مش هتكتب له هذا الكلام. لكن هتقول له اول حاجة مين? برافو عليكم. الفيد. رقم اتنين هتكتب مين? الترد التمام. رقم تلاتة هتقول له مين? عدد الموصلات لكل وقت. وهتكتب له في الاخر الدي اف لمعامل التوزيع ثم البي اف معامل الخطو. السؤال ده يعقبه مباشرة عشان تعرف الفرق ما بين الاتنين ودي مشكلة كبيرة جدا ما هي العوامل? او اكتبه عوامل على طول ما هي العوامل? المؤثرة فين? في قيمة قيمة جهد المولد. المولدات او المولد التزامني. او جهد اخرج او جهد الاطراف للمولد. على فكرة الاتنين تقريبا انت لو بسطلهم وعدت تفكر فيهم لا. القفضة الكاف غير الجهد. القفضة الكاف غير الجهد. هنا جهد المولد بقى احنا نسأل مع بعض احنا شرحنا قبل كده في الحلقات السابقة. لو انت تفتكر قانون فرضاي احنا قلنا ازا قطع موصل. هنبتدي بقى نرجع تاني لهزا الكلام. قطع يعني ايه? بربع عليكم حركة. يبقى اللي بيقصر في جهد المولد. واحنا قلناها حتى بالعربية. انت العربية لو سرعت شوية تلاقي الاضاءة زادت. يبقى دينا هو سرع. يبقى السرعة زادت. معنا ذلك. يبقى اول حاجة كده استرجع الفطنة في ابنانا وبناتنا. ان الفطنة عندي. السرعة. اه ازا قطع ده انا عندي سرعة. يبقى اللي هيقصر في جهد المولد. اول حاجة سرعة مين? الالة المديرة. تمام? طيب خد بالك. انت جهد المولد. ازا قطع موصل ساحة مغناطيسية. احنا قانون فرضائي عملناها كده. ازا قطع يعني حركة. موصل للملفات. رقم تلاتة ساحة مغناطيسية. قلناها زاوية تسعين كلها. الساحة المغناطيسية. مين اللي كان بيديها? ازا ازا عمري كنا بنقولها? اللي يقيم الطيار مين? التغزية. لما قلنا اربع طورة التغزية. يبقى انا عندي اول حاجة المؤسرة في جهد المولد مين? تمام? سرعة الالة المديرة. تمام? رقم اتنين طيار التغزية. ده اللي انا عارفه. ده اللي انا عارفه. انت المولد يطلع كارابة. اللي التن دولة احافظهم مين? او فاهمهم مين قانون فرضائي. هيزيد علينا حاجتين ازا عمري تانين. حضرتك تقولهم? طبعا احنا معنا العم اصير في جهد المولد. وطبعا انا بيقول لابنانا طالبها بنفرق ما بين جهد المولد. سرعة المولد. وطيار التغزية. وطيار الحمل. ونوع الحمل. سرعة المولد اللي هي ان? اتنين. طيار التغزية. تمام? تلاتة. طيار الحمل. طيار الحمل. اربعة دي هنخليها لوحدها نخلي اساس جمال. لا نوع الحمل ولا قيمة طيار الحمل. لا نوع الحمل. نوع الحمل. طيب. ماشا. يا اساس جمال. نعم. احنا قولنا سرعة الحمل وده معروف كده بالبديهة. سرعة تناسب. او سرعة المولد بتاعك. وده هيبقى تناسب طرد. كلما السرعة الزيت زي ما حضرتك قولت الجهد هيزيد. تمام. وطيار التغزية كلما هغزل اكتاب اكتر. وده هستكمله شرح اه بعد كده. كلما هغزل اكتاب اكتر كلما ينتج عندي اه قوة دفعة اقربية. او بغضة اكتر. تمام. بتحصل زيادة. تناسب طرد. اللي اتنين يبقى عندي تناسب طرد. الحملة هيبقى تناسب عكسي. يعني كلما الاحمال عندي هتزيد. نعم. كلما الجهود عندي هتقل. او جهود معروفة. يعني هي حتى بتبقى بيقولوها كده الاحمال بتزيد الجهود. اخر حاجة عندي نوع الحمل. وقلنا نوع الحمل عندنا حمل مادة وحمل حس وحمل سعب. سعب. وعلى حسب نوع الحمل بتأثر جهد المولد. بكده استاذ جمال ابو الجزء اللي احنا شرحنا دوت. نكون شرحنا جزء التطبيقات الرياضية او الحسابية على معامل الخطوة ومعامل التزيد ومعارضة قفضة الكاف. واكلمنا عن او ربطنا معها على عامل مسيرا في قيمة جهود المولد. بكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة في البرنامج بتاعنا. وبنشكر ابناءنا الطلب على حسطهم طبيعتهم ومشاهدتهم لينا. وبنشكر حضرتك على الجزء اللي احضرتكم. الله يخليك ازعب. ان شاء الله نوعد قبل انا الطلبة باستكمال دروس مادة الالات القهربية والوقاية ان شاء الله في الحلقات القديمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.